بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة هذا تعليقي حول الصاروخ الذي سقط مؤخرا ظل طريقه طبعا هو صاروخ صيني وهذه ليست أول مرة بل هذا الأمر تكرر كثيرا في الأون الأخيرة مما يدل على ضعف العلماء حتى اليوم وعدم تمكنهم من السيطرة على أي شيء طبعا الإنسان عندما تطور علميا أصابه الغرور صدرت تصريحات كثيرة أيها الأحبة من علماء قالوا سيطرنا على الكون واستطعنا أن نصل إلى الفضاء وسوف نسيطر على الفضاء وحقيقة الإنسان حتى الآن ضعيف جدا قال تبارك وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا أحبة في الله أنا أود أن أتأمل معكم هذه الحادثة وأن نأخذ العبرة منها لأن المؤمن حقيقة أي شيء يحدث من حوله لابد أن يجد فيه عبرة انظروا أيها الأحبة مثل هذه الصواريخ التي تطلقها بعض الدول الصين وأمريكا أو أوروبا أو روسيا هذه الصواريخ تتكلف كثيرا ملايين دولارات هناك مئات العلماء والمهندسين والفنيين يشرفون على متابعة وتصميم وبرمجة وتحكم وتعديل وتطوير هذه الصواريخ على الرغم من ذلك يفشلون في السيطرة عليها بنسبة 100% فهناك كثير من حوادث الفضاء ولكن نحن لا نسمع إلا بالجزء اليسير منها وإلا هناك حوادث كثيرة جدا أنا أتذكر قبل أكثر من 35 سنة أمريكا تحدت العالم وأطلقت مركبة فضائية ضخمة أسمتها تشالينجر المتحدي وقد صورتها الكاميرات وهي وهذه المركبة أو هذا الصاروخ ينفجر في الجو أمام أعين الناس وقضية يعني على العلماء الذين كانوا فيه جميعا مما يدل على أن الإنسان لا يستطيع أن يحمي أي شيء بنفسه يحتاج إلى حماية خارجية أيها الأحبة انظروا معي إلى هذه الكواكب والكواكبات والحجارة التي تحيط بالأرض مجموعات من الشمسية فيها مليارات من هذه الحجارة منها ما يبلغ قطرها تقريبا 10 كيلومتر أو 20 كيلومتر ومنها ما هو بحجم حبة الرمل هناك مليارات من هذه الحجارة موجودة وقريبة من الأرض والعلماء يعجبون ما الذي يجعل الأرض تنجو من هذا الكم الهائل من هذه الحجارة حقيقة أيها الأحبة الله لطيف بعباده ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول يجب أيها الأحبة أن نعترف أننا ضعفاء إذا اعتمدنا على أنفسنا الإنسان ضعيف جدا قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا يجب أن نلتج إلى الله هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حبيبكم عليه الصلاة والسلام باعتراف علماء الغرب أنه نجح على المستوى الاجتماعي والمستوى السياسي والمستوى الأسري والمستوى العسكري وعلى كل المستويات نجح لماذا؟ لأنه دائما كان يسلم أمره إلى الله يلتج إلى الله ويعترف بضعفه يجب أن نعترف بضعفنا أيها الأحبة أمام عظمة الخالق ويجب أن نعترف أن هذه الأرض التي نعيش عليها لو لا حفظ حفظ الله سبحانه وتعالى لنا وللأرض لا نستطيع أن نعيش عليها ستدمر في أي لحظة لو تركت للمصادفة انظروا هناك كواكب كثيرة في الكون مليارات الكواكب الأخطار تحيط بها النيازك تضربها من كل جانب لماذا كوكب الأرض محمي بهذه الطريقة الرائعة وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنَا أَيَاتِهَا مُعْرِضُونَ مَا الَّذِي يَحْمِي الْأَرْضِ مَا الَّذِي يَجْعَلْ نِسْبَةِ الْأَكْسُجِجِنِ مثلا مناسبة لتنفس الإنسان مَا الَّذِي يَجْعَلْ دَرَجَةِ الْحَرَارَةَ على الأرض مناسبة لأجسامنا أيها الأحبة لو ارتفعت قليلة انظروا في أوروبا اليوم عندما ارتفعت درجة الحرارة درجات قليلة حدثت حرائق ألاف الناس ماتوا واحترقوا طيب ماذا يدل ذلك أيها الأحبة يدل على أن الله سبحانه وتعالى ضبط هذا الكون بمقاييس دقيقة جدا وهو يسيطر على الكون ويقوم على الكون لذلك الله سبحانه وتعالى اسمه القيوم أي الذي يقوم على شؤون عباده فتصور أخي الحبيب أن هؤلاء العلماء على رغم من التطور العلمي الهائل إلا أنهم يفشلون في قيادة صاروخ أو مركبة فضائية فكيف بهذا الكون من حولنا من الذي يقود هذا الكون من الذي يقوم على شؤون الكون من الذي يحرك ذرات الكون ويضمن لها البقاء إذن أنا العبرة التي أحببت أن أخذها معكم أيها الأحبة أنه لو لا رحمة الله بنا حقيقة نحن لا نستطيع أن نستمر في هذه الحياة لذلك أخي الحبيب هذه الحوادث من حولنا وغيرها يجب أن نتعلم منها الالتجاء إلى الله الاعتراف بضعفنا أولا كما قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا الشيء الثاني أن نلتج إلى الله أن نسلم أمرنا إلى الله أن نعترف بوجود قوة عظمى تسيطر على الكون هي قوة الخالق عز وجل هذا الخالق سبحانه وتعالى هو الذي ينفعك هو الذي يصرف عنك الشر هو الذي يحميك أحد علماء الغرب في دراسة قال ما الذي يجعل حتى النيازك التي تسقط على الأرض أيها الأحبة غالبا بنسبة كبيرة جدا تسقط في مناطق غير مأهولة بالسكان ما الذي يجعل هذا النيازك يختار هذه المنطقة غير مأهولة نحن نقول إنه الله ولمأه الغرب الماديون الذين تبنوا الإلحاد لا يعلمون ولكن نحن لدينا آية الله لطيف بعباده إن الله بالناس لرؤوف رحيم لذلك أيها الأحبة أحببت أن نستفيد من هذا الحدث وأن أقول شيء أخير أحبتي في الله والله لن يحفظك ولن يحميك إلا الله سبحانه وتعالى فأصلح علاقتك مع الله إلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى اعترف بضعفك بظلمك انظر إلى سيدنا ذنون عليه السلام يونس كان في بطن الحوت في ظلمات البحر لا تستطيع أي قوة في العالم أن تنقذه ولكن قوة التسبيح أنقذته عندما اعترف أنه ظلم نفسه اعترف بأن الله واحد وأن الله قادر على أن ينجيه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل شر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته